سوف نبدأ من الآخر. اليوم سوف نصلك على الفريق. كيف ترى الفريق خاصة برشة انتقادات كثرة الكاردوز وتكاين تبدلت المعطيات فيه سعبات ما كانت اجماع تيم عليه. اليوم اصبح في سيتياجون كريتيك شوية. صحيح. اليوم مع زوز مقابلات الخرانية مقابلة الملعب التونسي والمقابلة اليوم ضد المتلوي. شفنا اللي تاراجي مضايعة الهوية متاعه ومش الاسبرانس اللي نعرفوها. مش الاسبرانس اللي الدوميني وتربح مع تشويتها خاصة مع زاد البشري الموجود. نتصور كنا النجم وشوفه تاراجي خير من هكا. ما زال ما زال فاما وقت باش باش يصالحوا. ما زال فاما وقت باش يخدموا. ممكن اللي غلط شوية جمهور الاسبرانس الثمانية متاع معتشة تشمبيونز ليج. معنا مش روبير. قلت انا مش روبير معنا فريق كان ضعيف. كل يوم نشوفوا اللي الاسبرانس وقت اللي تلعب مع فريق يلعب البلوك ويلعب على اللاتاك رابيد نلقوا برشة مشكل. ان شاء الله يشوفوا لها حل المدرب وقدرة ربي ان شاء الله بل ما تشويت نشوفه تاراجي يحسن ان شاء الله. برشة مشكل في سناعة اللعب خاصة. اكيد ما اكتعرف ديما بريسك خمسة وتسعين بين مياه من الفرق اللي بش تلعب لها ديما بش بتتسكر لك وتلعب لك على على التك رابيد وتحاول تسكر لك المساحات. هذي يجب تلقى لها الحل. اليوم عدنا الفردية تمتع يوسف البليلي شوية ينساس. يعني هذو ما اللي مطالبين ان شاء الله كي بش ما نلقاوش الحل الجامعين نشوفه يعني هما يلقاونا الحل الحلول الفردية. وحدهما يكفيه وشي نجم يساكروا على الزوز ملعبية دوما تاراجي تلقى برشة مشكل. ان شاء الله نحاولون خطر المشكلة لديه عنده برشة في التاراجي معناه مش مش اليوم ولا مش البيارح عنده برشة ممكن من عامين من عامين التاري ونحن نعيش في نفس المشكلة. ان شاء الله نلقاو لهم الحل وقدة ربي ان شاء الله عدنا الامكيانيات اللي لازمة بيش نصلحه ان شاء الله وقد ربي تتحسن. مش رسلك عالش بوستم تاعك رائد بوشنيبة كيفاش تشوفه الملعبية ديش كون انسى مثلا هو ولا بن عليش كل افضل لبوستاريكا هل عمدوا ترجي مشاكل في البوستاريكا هل يحتاج شو سمعنا في الصيف برشة كلام على اتصالات معك شريدة هل يحتاجوا ترجي من لعبي في البوستاريكا شوف بالنسبة رائد بوشنيبة ومحمد بن علي زوز تبار كلا عليهم معنا رائد ما ننسيوش اللي هو لعب في الاصل مدافع استحقوه ظاهر ايمن. اكسيا يعطيك الصحة يعني مدافع محواري استحقوها على الجهة اليمين ما قصرش الحقيقة وقدموا مباريات كبيرة وسجلوا جيب اهداف. محمد بن علي معنا هذيك البوست متاعه وتبار كلا عنده معنا خاصة اوفنسي في عام برشة. من النجام شنقول شكون يلا بشكون ما يلعبش خاطره ذو ما المدرب هو اللي يدرب فيهم كل يوم هو اللي يشوف كل يوم ويشوف شكون حاضر اكثر. اما نتساور رائد كاني كمل يخدم ويكون سريو ويصلح ويحاول يتفرج برشة معنا خاصة في اليزارير درواء في العالم. ويتعلم راوي نجم يكون فتور متاعه الرياد درواء كبير إن شاء الله. نقدموا شوية لوسط ملاعبي تعرفه مليح ويقل دربالي عمنا ولقا شوية صعوبات سنيخ ذا اكثر تنجو كيفاش تشوف ويقل سيم؟ بالنسبة لي انا ويقل نعرفه مليح ونعرفه مليهو صغير معنا عنده كليتي كبارة ملاعبي يمتلك كل شيء فنية نقوي تكتيكية نقوي. ما زال نحسه اللي هو ما لقاش روحه ما يعني موش واقل اللي اللي نعرفه ينجم يعمل اكثر من هكا ببرشة واقل ينجم يكون من احسن لاعبي الوسط في تونس كان ما نقولكش معناه في افريقيا. بالنسبة لي انا ورأي شخصي ونتحمل في مسؤوليتي خطر نعرفه مليح ونعرف المخزون الكروي الموجود عنده. ان شاء الله يعرفي وظفه وان شاء الله وان شاء الله هو زاد ياخد ثقة اكثر في روحه ويمن بروحه خطر الكاليتي اللي عنده ينجم يعمل اكثر ببرشة مليه قاعد يعمل فيه. ان شاء الله ربي يوافقه وانا انا شخصيا متنبق له مستقبل كبير ان شاء الله. كردوزو قاعد يبادل ببرشة في الوسط انت في رايك شنية تركيب الانسب لتراجي في الوسط؟ ما شوف ديما. وانتي مدرب اليوم ونصور نظرتك مهم. لا ما تنجمش شوف اسليا ما تنجمش تقول التركيب الانسب. خاطر اقرب واحد للملعبيه هو المدرب. يعني يتمرنوا عنده كل يوم يترنوا عنده كل يوم يعني هو اللي يعرف اش كون الحاضر اش كون المش حاضر. ديما اراء الجماهير وكل واحد يحب يلعب هذيك وحب يلعب هذيك. ما فهمش مدرب بالنسبة لي انا ما فهمش مدرب يلعب يعني يخلي واحد عالبنك ويعرفه بش يربحه في ماتش. هو اللي يعرف المجموعة هو اللي يعايش مع المجموعة هو اللي يعرف ش كون يستحق ش كون ما يستحقش. ديما تبقى اراء معنا الخيار رول ولا خير لي هو وهو يعرف اكثر من ناس كله. اتوانا بعيدا على التراجيب نجمش اقول لك مثلا لعب هذيك ومن لعبش هذيك. وانا بعيدا عليهم بحقيق.